نقلت وكالة أنباء إيطار تاسا الروسية عن جيداني جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية قولها إن بلاده على استعداد لمناقشة وقف إطلاق النار في سوريا وضف جاتيلوف أن كل من المعارضة السورية والرياض يتحملان مسؤولية فشل الجولة الأولى لمفاوضات جناف مشيرا إلى استعداد النظام السوري لاستئناف المحادثات في الخامس والعشرين من فبراير شباط الجارية تصريحات جاتيلوف تأتي قبيل اجتماع ميونيخ اليوم الذي يهدف إلى إطلاق المفاوضات بين المعارضة والنظام من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية